لذلك أحبابي الذي لا يعرف الله يستوحش فالدنيا دار كدر فالدنيا دار حزن الدنيا لا تصفو واللي يظن واحد في المئة أن الدنيا ستصفو له هو لا يعرف الدنيا تصفو لك وما صفت لمحمد عليه الصلاة والسلام أحبابي جاع محمد فيها صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه جاع فيها فسرت رباعيته فيها شج رأسه فيها أم محمد بن عبد الله كل أبنائه ماتوا قبله إلا فاطمة أتت لحقت به بعد ستة أشهر دمعت عينه مات أحفاده على في حجره وضع السلى على ظهره وضع الشوك في طريقه رأى أصحابه على الثبون وبكى وطرد من الطائف رضخت أقدامه حتى سال من عقبيه الشريفتين الدماء أيبكي محمد ويجوع وأن تنبسط في الدنيا لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما كانت الدنيا دار حزن وكدر لكان محمد فيها عليه الصلاة والسلام ملك الرسول لكن الله لا يريد يعطي أولياءه من هذه الدار الله من حكمته جل وعلا وهو الحكيم الخبير أنه لا إذا أحب عبدا زوى عنه الدنيا ولذلك أحبابي إذا رأيت العبد يصب عليه البلاء يموت ولد تموت البنت يخسر في الأسهم تقطع رجله غرغرينة فيه سكر فيه ضغط فيه كوليسترون واحد من عياله ظال وبنت من أبنائه ما تسلم عليه والمرهم كدر تنعيشه والراتب ما يبقى منه شيء وعليه دين يسدده ومع ذلك مبتسم يقول الحمد لله اعلم أن الله أراد به غير كأنما أراد الله أن لا يجعل جزاءه ولا مكافأته إلا في الآخرة هنيئا لهؤلاء شكرا